السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابي اجمعين. اهلا بكم معي متابعيني. هنبدأ النهاردة سلسلة تعليم الكورشية. ومعنا اول درس النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم هنقول تعريف الادوات. الادوات بتاعة الكورشية سهلة ومفاجأة اي حاجة عبارة عن مأسات الابر. عندي بتتراوح مأسات الابر من اول واحد. اه دي ابرة المونية. مسلا معي هنا اربعة. بتبدأ اربعة بتبدأ بواحد وبعدين واحد ونص اتنين اتنين ونص تلاتة تلاتة ونص. اربعة اربعة ونص. خمسة خمسة ونص. ستة ستة ونص. بعد كده باب يبدأ معي آآ تمانية تسعة عشرة على طول ما فيش ما فيش انصص يعني. بعد ستة ونص وما فيش آآ انصص بعد كده. بتبدأ بالنسبة لابر الكورشية. عندي ابر تانية. طبعا كل ما مأس الابرة بيكبر كل ما سنها من فوق الخطاف ده بيكبر. نيجي بقى العكس الابر الالمونية. آآ الابر للسلستين. ديت آآ كل ما المقاس بتاعها بيكبر كل ما السن بيرفع. دي بقى للخدوط الرفيعة جدا. هنشتغل بها برضو ان شاء الله مع بعض. دي مش هنستخدمها دلوقتي. ومعي بيبقى المقاس. والابرة التنظيف. ايان كان لو خيط تخين بنعمل ابر التنظيف تخينة. لو خيط رفيع بنحتاج الابرة الرفيعة. وكمان في منها بلاستيك. ده بالنسبة للادوات. جاغميا عندي ايه? حيجي اسمها العلامات. اللي هي دي مركر او علامات. بتتباع برضك عند بتاع الخيط. بتتباع بالكيس او بتتباع بالعلبة. على حسب. بتعلمي بيها البداية او النهاية او السطر. على حسب شغلك. تمام? يبقى احنا كده عرفنا مبدئيا الادوات بتاعتنا. ومعي طبعا المزورة. على حسب ما انا مثلا بعمل المقاس بتاعي. فبقيس بالمزورة بتاعتي آآ مقاسي. والمقاس اللي انا عملته. ازا كانت كفية. او ازا كانت اي حاجة آآ هبتدي اعملها. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنا معنا الخيط خد صوف عادي آآ على حسب ما انت هتشتغل ايه? طبعا انا هنشتغل كفية هنعوزه خد صوف. لو هنشتغل حاجة صيفي فيها خيوط قطنة. خيوط قطنة. آآ للأسف انا ما عنديش منها دلوقتي. بس ان شاء الله هبقى اوريها لكم بازن الله في فيديوها التانية. هنا عندي بيكترح علي مقاسي الابرة. هنا بيقول لي ده بالنسبة للكروشي من خمسة آآ من العلامة دي تريكوه. من خمسة لستة. بالنسبة للكروشي من اربعة. اربعة. تمام? بيبقى كاتب وبيكتب لك بقى نسبة النسب بتاعته آآ قد ايه في لكرة. قد ايه آآ في نسبة القطن بتاعته. آآ ده خد تركي. تمام? هنبدأ كده نقوله بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحب اجيب الخيط من قلب الشلة. عشان الشلة ما تقودش تجري معايا. على حسب ما بحشد كده. وبطلع ايه الطرف. بالراحة وانش بتطلعي الطرف كده هتلاقي معاكي بكل سهولة. هتلاقي معاكي على طول. واحدة واحدة. اهو بصوا. انا بنكش الخيط اللي انا طلعته كله. انا بعمل الجزء اللي انا عارفه. يعني مبدأيا كده ان انا هتلاقي ايه بداية البداية فيه. تمام? اهي جبنا بداية الخيط. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم نعمل عقدة البداية. انا بابتجي مع المبتدئين اللي لسه عايزين يتعلموا. هنعمل نلف الخيط كده على صبوعي. واحد اتنين. خلي الطرف ده هنا. هستخدم ماياس واقترح علي اربعة. هاهي. ابرى ماياس. شايفين معايا. ماياس اربعة. هدخل كده من تحت دي. واسحب ديت. واشد. دخلت في قلب الخيط. هدخل كده اخلي بالي ان انا اشد. الخيط نفسه عشان الخيط ده مثلا كده. بيبقى فيه فتل كتير. فاتخلي بالي كونجين. خلاص دي عقدة البداية. اشدها كده على الابرة. بحيس تروح وتيجي معايا. بحيس ايه? تروح وتيجي معايا كده. ما مشدهاش على الاخر. هلف. اول حاجة هنبتجي مع بعض. غرزة. اسمها غرزة السلسلة. السلسلة دي بداية اي شغلة عندي. بداية اي شغلة عندي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اجي واحد. سلسلة. اتنين. تلاتة. شايفين? باخد لفة واطلع من الفتح. باخد لفة. واطلع من الفتح. دي اول دروس ده في اي شغلة هتبدأيها. اي شغلة هتعملي مفرش. كفية. بلوفر. بلوزة. اي حاجة. اي حاجة. هتبدأي بالسلسلة دي. تمام? تزبطي ايدك. تبقى مسافاتك كلها واحدة. بس وزاي الضفيرة ازاي? مزبوطة. معايا. الف لفة على الابرة. واطلع. دي اسمها غرزة. دي اسمها السلسلة. اللي هي البداية. تمام? اهي. هعمل بقى المسافة اللي انا عايزها. اذا كنت عايزة اعمل عشرين سنتي. عايزة اعمل مقاس معين. بقيسه على المزور. تمام? بقيسه على المزور. يعني انا مثلا بعد طبعا. كل حاجة بالعدد. عشان تبقى شغلك مزبوط وتمام. اجي واحد. بمسك الدلع ده واعده. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. حداشر. اتناشر. تلاتاشر. اربعتاشر. خمستاشر. ستاشر. سبعتاشر. تمنتاشر. تسعتاشر. عشرين. سي. عمالت عشرين غرزة. هجيب المزورة. او المتر بتاعي. تمام? وايس. وايس انا عملتها العشرين غرزة دول. تلعوا معي قد دقيق. بخط كده. وما بشدش الشغل. او نقول تاني. ان احنا نشتغل صح. لازم تقيسي على حاجة مسطح. معاشر المزورة بتاعتي اتقطعت مني. بس ما يجراش حاجة. اهي. مبدئيا كده. هسبت المزورة على الترابيزة. الاحسن. عشان يبقى مقاسك مزبوط. وما شدش. ولا رخي. ولا شد. ولا بص انا ما عملها زي. مش عملها كده. لا. ولا كده. بصوا بسويها. بسويها. تمام? بسويها بالشكل ده. واقيس. عندي اشوف. تلعت كام غرزة. تلعت كام غرزة. تلعت كام من سنتي. تلعت كام سنتي. بحط دي في الاول. ويبامسك الطرف عالطرف. وتلعت عندي عشر حداشر غرزة. يبقى العشرين غرزة تلو معي حداشر سنتي. تمام كده? ده بالنسبة لبداية الشغل بتاعك. بتبدأ ايه بالشكل ده? هو بتعرفي ازاي تحدزي معدد الغرز. وبناء عليه بتقيسي وتعرفي المقاس اللي انا عايزيه. تمام? ده بالنسبة لنهاردة. كان درس النهاردة مش هايزة اطول عليكو. اشتركوا في القناة